ليست عقوبات واشنطن على طهران هي النموذج الوحيد الذي يجسد الصراع بين الدولتين فحيثما تشتبك خطوط النفوذ يستعر الصراع وتتعدد أشكاله العراق وباعتباره محطة التقت فيها مصالح إيران وأمريكا بات اليوم يضيق ذرعا على الدولتين فبدى التنافس واضحا في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري تقرير جديد للبنتاجون يتطرق إلى النفوذ الإيراني المتزايد في العراق ويتمثل هذا النفوذ بتزايد قوة ميليشيا الحشد حتى باتت فوق سلطة القوات الحكومية تتحكم بالحدود وتدير المنشآت وتتسلط على المؤسسات فهي دولة داخل دولة بحسب وصف البنتاجون وتتمثل دولة ميليشيا الحشد العميقة بإدارتها لنقاط تفتيش غير قانونية تهرب عبرها المخدرات والبترول وتفتح فيها سوقا للبيع الحر إضافة لابتزازها المواطنين وإجبارهم على دفع رشاوة وأتوات أو تلقي بهم في غياهب سجونها السرية والعلنية كما يحمل تقرير البنتاجون ميليشيا الحشد مسؤولية تهجير مسيحي سهلينينوى والسيطرة على ممتلكاتهم إبان المعارك مع تنظيم الدولة كل ذلك يجري بتخطيط إيراني مباشر ورعاية لتلك الميليشيات شاملت تزويدهم بالصواريخ والذخيرة والمعدات العسكرية بما فيها الطائرات المسيرة إضافة إلى معسكرات تدريب منتشرة في العراق وسوريا وإيران تقرير البنتاجون يحمل في طياته دلائل على تنافس شديد بين واشنطن وطهران على النفوذ في العراق حيث يوصل بيت الأبيض برضع الأخيرة ومواجهة نفوذها الذي وصفه بالخبيث ولا سبيل إلى ذلك بحسب رأي البنتاجون إلا بدعم حكومة عبد المهدي أمريكيا وحتى هذه الطريقة قد تكون غير مجدية إذ تستطيع ميليشيا الحشد أن تلتهم هذا الدعم من خلال قوة نفاذها في الحكومة الجديدة كما يؤكد تقرير البنتاجون موسيقى